اهلا بكم الى موجز الاخبار الرياضية على قناة الحدث الافريقي عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الحكم التونسي الصادق السلمي لقيادة مباراة الوداد الرياضية وريفرس يونيسد النيجيرية لحسابه اياب الدور الثاني وتلاتين من دور ابطال افريقيا بالمقابل سيقود الافواريح ابراهيم خليل تراوري لقاء الذهاب في نيجيريا والذي سيجرى في التاسع من شهر اكتوبر القادم وسيجرى لقاء الاياب احد ايام ربع عشر او خامس عشر او سادس عشر من نفس الشهر بملعب مركب محمد الخامس بالداري البيضاء ويواجه فريق الوداد الرياضي يوم الاحد القادم ضيفه نهضة بركانة برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية انوي وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في ظرف شهرين وفي ثلاث مسابقة مختلفة اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بيان رسمي عن زيارة باتريس المونتي سيبي الى غينيا اليوم الجمعة ويرفقه في ذلك السكرتير العام فيرون موسينغو أمبا وجاء في بيان الكاف سيلتق الرئيس باتريس متسيبي بالعقيد مامادي دونبويا رئيس المرحلة الانتقالية لغينيا يومه الجمعة في كونكري وسينضم اليه امين عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيرون موسينغو أمبا وتشير تقارير اخبارية الى امكانية اعلان الكاف عن صحب تنظيم كأس امم افريقيا توتالينيرجي 2025 من غينيا فور انتهاء لقاء موسيبي بالرئيس الانتقالي لغينيا بينما لا تزال حكومة البلاد متشبتة بحقها في استضافة الحدث القرية غادرت بعثة المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة زوال امس الخميس المغرب متجهة صوب الهند للمشاركة في نهائية كأس العلم المقررة في الفترة المتراوحة ما بين 11 و30 اكتوبر المقبل وسيحط الفريق الوطني الرحال بالهند مساء هذا اليوم بعد ان قاضه ليلة امس الخميس باحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة وسيخوض المنتخب الوطني تدريبه اليومية بمدينة كواف الهند قبل ان يخوضه مباراة ودية همام منتخب تشيلي يوم الاربعاء 5 اكتوبر المقبل وسينتقل الى مدينة بوبانسوار حيث سيجري مباراة الدورة الاول في منافسة كأس العالم تحدث المقاتل الهولندي الاستر اوفريم عن نزاله المنتظر امام المغربي بدرهاري والذي سيجرى في اطار عرض كوليزيو 4 المنظم من طرف غلوري للكيك بوكسينج وقال اوفريم في حوال مع قناة فيديولندا الهولندية النزال المرتقب مع بدرهاري حتما سيكون صعبا جدا وحاسما تفكيري الان منصب على هذا النزال سافوز فيه وبعدها ارغبوا في مواجهة ريكو فيرهوفن وحددت منظمة غلوري موعد اجراء النزال مساء السبت 8 اكتوبر المقبل بمدينة ارنهيم الهولندية اتينا الى نهاية الموجة الرياضي شكرا على المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة